اشتركوا في القناة اعتمام بفن الحلقة التي أتابعها منذ مدة طويلة للكتابات في الموضوع لأوراش تكوينية في الموضوع كذلك وأعتقد بأن الحلقة كفرجة مغربية لابد أن تجد مكانتها في السياسة التقافية والفنية المغربية نظرا أولا لتمييزها عن باقي الفنون الصرد والحكي عالميا نظرا لتمييزها بعدة أساليب لأنها تشمل غناء تشمل الرقص تشمل الشعر الأمثال هي مشحونة وملؤة بالممارسات الفنية ومنفتحها على جميع الفنون بقوة مؤديها لأن الحلقي هو مؤدي قوي وقوي جدا مقارنة بالممتلين والمؤدين الآخرين سواء في السينما أو في المصرح أو في الرقص إلى آخره المؤدي هو قوة أدائية لأنه يتحكم في جمهور دائري وليس في جمهور جبهي هو مؤدي قوي لأنه يتمتع بثقافة ولو الشعبية متعددة فله مجموعة من الممارسات ومجموعة من الثقافة الشعبية التي يطفيها على حكايته فيمتع الجمهور تقنياته عالية وعالية جدا بحيث يبهر بحيث يضحك بحيث يمتع الجمهور بأمور التي هي بالفعل أتارت كبار مخرجي العالم وكبار كتاب العالم كتبوا على الحلقة المغربية فلماذا نحن نقص الحلقة في سياستنا لماذا نحن لا نعطيها حقها لماذا نحن لا ندعمها ومن خلال الحلقة وتكوين الحليقي يمكننا أن نكون ممثلين لفنون أخرى هذا همي واهتمامي بفن الحلقة الذي بدأته بهذا الجزء الصغير مدافعا عن الحلقة ومتحدثا عن تاريخها وسأتابعه بجزء آخر بمقترح تكويني أكاديمي وبمقترح للحليقي كمؤدي ينظم المركز الثقافي إكلي لمؤسسة محمد السادس لأنه هنا بالأعمال الشمائية وتكون في طنجا أيام الثقافية يوم الخامس والجمعة والسبت ماي 2024 أيام الثقافية تحت عنوان فالحكاية ما بين الواقع والمتخيل الذي يشهد والذي يعرف من جمعة من الأنشطة الثقافية حول فالحكاية هذه تكون إن شاء الله ورشد الحكاية وتواجد مجموعة من الأسماء الوزنة في هذا المجال كباب عاشور الفنانة فاطيم الزهراء أحرار يكون صدقاء سيل حلو ومجموعة من الأسماء أخرى وليوم إن شاء الله يوم الخامس حافل توقيع كتاب السعر الرابع بعد الزوال للدكتور راشيد أمحجر والكتاب يحمل عنوان تحديات في الحلقة فمرحبا بسكر مدينة طنجا لحضر الأيام الثقافية برمركز الثقافيكي اللي يتواجد بساحة عين قطيوت شكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد